اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة ل 12 لو حاولنا نقسم 120 على 12 هي بتقسم 160 على 12 ما رح تقسم بدون باقي C اللي هي 42 رح تقسم معنا ونفس الشي E اللي هي 480 فلما جربنا نقسم عدد الطلاب على 12 حافلة طلع معنا خيارات لهم A و C و E هلا بدنا نكمل على A و C و E نفسهم ونشوف هل بقبل القسم على 16 او لا فلو حاولت اقسم A على 16 اللي هي 120 على 16 ما رح تقسم معي C على 16 رح تقسم E اللي هي 480 على 16 رح تقسم السؤال بحكي لنا بدنا اقل عدد طلاب ممكن فبين C وبين E اكيد رح نختار C لانه C هي 240 و 240 اقل من 480 فعدد الطلاب اللي ممكن المدرسة تقبله اللي هو اقل عدد طلاب رح يكون 240 طالب لو عندكم اي سؤال بعتون لها صفحةنا على الفيسبوك يعطيكم الحافية اشتركوا في القناة